اشتركوا في القناة رحب معالي الشيخ محمد من خليفة أهل خليفة وزير النفط بانعقاد النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للسلام على أرض المملكة معربا معاليه عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الموقرة وحرصها المستمر على تقديم أعلى مراتب الدعم للهيئة الوطنية للنفط والغاز لما تقوم به من جهود كبيرة في استقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية والتي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة كما سلم معالي الشيخ محمد بن خليفة أهل خليفة خلال حفل الافتتاح لشركة ألمنيوم البحرين ألبا جائزة التميز في السلامة على مستوى دول مجلس التعاون تسلمها السيد علي البقالي نائب الرئيس التنفيذي مشيدا معاليه بالجهود الكبيرة التي تبدلها شركة ألبا في هذا المجال المهم التي أكدت التزامها بتطبيق شروط ومغاير السلامة المهنية والامتثال تشريعات السلامة والصحة المهنية المحلية وكذلك تطبيق نهج منظم بإدارة السلامة المهنية العالمية وقال معالي وزير النفط إن هذا المنتدى سيكون فرصة جيدة لطرح يوم ناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة وآخر تطورات في هذا المجال كما أوضح معالي الوزير أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبناء على توجهات الحكومة الموقرة المؤكدة على أهمية الصحة والسلامة والبيئة من أجل تنمية الموارد البشرية مضحا معاليه بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماما نوعيا ومتميزا بقضايا الأمن والسلام والصحة المهنية وثمن معالي الوزير عاليا الجهود التي تبدلها الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية في اختيار مملكة البحرين لعقد فعالياتهم المتميزة وذلك بعد التجارب العملية الناجحة في المؤتمرات والمنتديات في الأعوام السابقة والتي تعكس بدورها السمعة الطيبة التي تتمتع بها مملكة البحرين في استقطاب الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع النفط والغاز العالمي نظرا لما تقدمه حكومة مملكة البحرين من تسهيلات في كافة الخدمة لتحقيق أعلى مراتب التميز والتفوق بما يليق بسمعة مملكة البحرين كمركز عالمي لاستقطاب المؤتمرات والمعارض طبعا المؤتمر في ثلاثة أيام كان يعنى بأولا ما يسمى بالاوبرايشن الأكسلنس أو التميز في التشغيل الصناعي وهو موضوع مهم يعني يسعى إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الأمن والسلامة في تشغيل المصانع إلى آخره وبشكل عام طبعا في رفع الكفاءة هناك زيادة في الأرباح هناك خفض في المصروفات كل الأهداف التي تسعى لها الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة هي تنحصر في هذا الموضوع اليوم طبعا هو اليوم الثالث وكان الكلام عن الأمن والسلامة وهو موضوع مهم جدا الحفاظ على قبل الأصول على العاملين في المصانع وبعدها أصول الشركات والمصانع موضوع مهم جدا وشركات النفطية في البحرين لا شك أنها تهتم اهتمام كبير في هذا المجال ودليل على ذلك تبوءها مراكز قيادية اليوم يعني باركنا لشركة ألبا حيازتها على الجائزة ضمن وراءها في دول مجلس تعاون واندل فإنما يدل على اهتمام مجلس إدارة ألبا والعاملين في الشركة وكذلك في الشركات النفطية كانت بابكو وتطوير جي بي آي سي إلى آخره ترجمة نانسي قنقر